بين المهرى صوتي حماية السيادة والشرعية والانتقال الجنوبي أداة الإمارات في الجنوب لاستهداف السيادة والشرعية تباين وجولات ومحطات صراع لا تنتهي في تغير ملحوظ ولافت خرج وكيل محافظة المهرى لشؤون الشباب بدر كالشات عن صمته وهو المقرب من التحالف محذرا من تشكيل ميليشيا خارج الدولة يسعى لتشكيلها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يسعى الانتقالي في المهرى إلى تكوين قوات أحزمة أمنية ونخبة مهرية كتلك التي في عدن المكلة وشبوى لإثارة الفوضى والتمرد على الشرعية الدستورية حسب الوكيل كالشات الذي اتهم الانتقالي بالتنسيق مع عناصر متطرفة للقيام بأعمال إرهابية مسلحة بهدف إشعال صراعات لا تنتهي ونشر العنف المسلح لتقويض شرعية الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية في أكتوبر عام 2017 زر رئيس الانتقالي الزبيدي المهرى وعجل في العودة منها بعد أن أجبره أبناء المهرى حينها إلى التخلي عن صفة الرئيس إذا ما أراد إقامة أي فعالية فلا رئيس غير هادي كما أجبروه على عدم التحريض على أي من فئات المجتمع اليمني والأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة أثناء عودته تكشف المستور وبانت النوايا قاسم الثوباني مدير حراسة أمن شلال شايع الذي كان مرافقا لعدروس اعتقل في المهرى مع مجموعة مسلحة يقودها اعترضت سيارة تقل سجناء حاول تهريبهم يعود الانتقال من جديد إلى واجهة الأحداث المهرى وسط تحذيرات مجتمعية من مشاريعه وتحركاته تعيد الإمارات الورقة التي خسرتها في المهرى من قبل بتأسيس النخبة المهرية ولو بأفراد من خارجها تحشيد يأتي بعد دعوة الوكيل السابق لمحافظة المهرى الشيخ علي الحريزي في يناير الماضي أثناء المهرى إلى الدفاع عن أرضهم ولو بقوة السلاح إذا رفضت القوات السعودية المغادرة أخرا عاد التوتر من جديد إلى المهرى بعد محاولة القوات السعودية الاستحواذة على مقر تابع لقوات خفر السواحل وتحويله إلى ثكنة عسكرية لها تحشيد عسكري وتصعيد ينذر بانفجار الوضع بين أبناء المهرى من جهة والتحالف وتشكيلاته العسكرية التي ينشئه خارج إطار الأجهزة الشرعية اليمنية انفجار الوضع في البواب الشرقية في اليمن يهدد بتغيير موقف اليمنيين من التحالف ويضع شرعية تدخله في اليمن على المحاك فماذا تحمل الأيام القادمة للمحاك